موسيقى 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 اسمه ماكسويل جونسون عمل الكتاب كمثل على الكتاب أرشليم يعني هو كان متابع نفس البناء هذا الكتاب يوصف الليتورجية في كنيسة مصر ويعتبر كما أقول مكمل للكتاب الثاني لأن هم كنيستين مرتبطتين بشكل كبير المحتوى الذي نتحدث عنه في هذه المحاضرة تقريبا مثل أرشليم ولكن سيزيد عليها حبة حاجات طبعا أول حاجة لانضمام المسيحية تقوس التعميد وكيف تبدأ الناس تدخل المسيحية والتهيئة كانت تعملها كيف والمعمودية كانت تقصها كانت شكله ثاني حاجة الإفخارستية طبعا هي نقطة الزروة المعمودية الناس بعد أن تتعمد هذه هي الختام أو النقطة العليا في المسيحية روتا بالكهانوت صلوات السواعي وهذا كان عنصر مهم جدا كان يختلف من مدينة لمدينة وكان مميز جدا في كنيسة مصر وطبعا السنة الليتورجية التي مقصود بها كل الأعياد والمناسبات والأصوام وهذه الأشياء كانت أصولها طبعا كل شيء من ذلك يعني موجودة عنها مصادر أو نوع معين ليس كل شيء موجود ليس كل شيء نقرد نصفر لأنه ليس كل شيء متاح هناك كنايس مثل أرشاليم المصادر كانت كثير جدا وعندنا شواهد لها كثير جدا كما سنتحدث وهناك كناية مثل مصر المصادر قليلة قوي والشواهد قليلة قوي فنعرف أن نحن من خلال المصادر نعمل فرضيات أو نظريات هناك شيء آخر ساعات نقول أكيد أن الوضع كان شكله هناك شيء آخر يطلع فيها نظريات كل عالم يقول النظريات وتلاقي أن العلمة في الكتب ينتقد الثاني يقول أن هذه النظريات سليمة وهذه ليس سليمة فعلى مدار المحاضرة سنقابل نظريات المؤلف وهو اسمه ماكسول جونسون وهو واحد من العلمة الكباسين جداً في الليتورجيات وبخصوص الليتورجيات المبكرة بشكل عام وكتب كتب كثير جداً عن كذا موضوع من المحتويات ولكن هناك بعض الحاجات تلع عليها دراسات أحدث فممكن تبقى ليس أكدة شيء ما سنقوله ولكن هي نظريات معتبرة وموجودة لحد النهار وهناك الكثير قوي بتمشي وراها المصادر التي نستخدمها في الدراسة كتاب اسمه التقليد الرسولي التقليد الرسولي كتب واحد اسمه هيبوليتوس كان مثل بطرك أو أسقف لروما ويسمونه أنتيبوب يعني كان أسقف مناهض للأسقف الرئيسي من الكنيسة كان بينهم خلاف وهو مثل أسقفين في مدينة واحدة ولكن هيبوليتوس كان له كتابات مهمة جداً لماذا نهتم بشكل مثل هذه وهو اسقف في روما لأن هذا الكتاب اتخذ منه أو كان ماشي عليه بحزافيره الكتاب الأخراني وهو قوانين هيبوليتوس قوانين هيبوليتوس تسمت على هيبوليتوس ولكن هي ليست من كتابته التي كتبها حد مصري في مصر وخذت كثير جداً جداً من كتاب التقليد الرسولي لكي نرى المصادر دائماً سنعود للتقليل الرسولي لكي نرى مقارنة ما بينه وما بين القوانين هيبوليتوس تقليل الرسولي كتاب قديم جداً من القرن الثالث طبعاً كتاب لا غنى عنه في دراسة الليتورجية المصرية بشكل عام هو خلاجة أسقف تمويس وهذا كان صديق للبابا أساناسيوس في القرن الرابع كان البابا أساناسيوس يرسله كثير وكان أسقف من الأسقف الشطرين وكتب هذا الكتاب أو نوصب له هناك دراسات كثيرة التي يثبت أنه طبعه والذي يثبت أنه منصوب له ولكن جرى العرف أن هذا الكتاب منصوب للقديس رابيون وهو كتاب عبارة عن خلاجي وهو تلاتين صلاة والصلاوات متأسمة بحسب المعمولية والأرستية وهكذا أنا فورا القديس مرء الرسول الأداس الكيرولوسي الذي نعرفه اليوم باسم الكيرولوسي الأصل ينسب للقديس مرء الرسول أقدم بردية لدينا من القرن الثاني هل موجود قبل القرن الثاني أو لا؟ ولكن أقدم شيئا لدينا من القرن الثاني أو على الأقل النص الذي يرجع للقرن الثاني ممكن البردات ولكن النص الذي يرجع للقرن الثاني وهناك برديات بعد ذلك يقدرون أنه ما بين الثاني والرابع هذا هذا التاريخ وبعد ذلك الأداس الباسيلي رغم أنه ينسب للقديس باسيليوس أسطف قيصرية كابادوكيا ما هو في مصر ولكن ليس فقط لأن الأداس يصل به في مصر ولكن في بعض الفرديات افترضت أنه أصلي مصري أنه لم يكن كتب في مصر أو كانوا مصري وقوانين هيكوليتوس التي تحدثت عنها وقوانين مقصود بها مجموعة من الإرشادات للتقليد المصر عندما نعمد نعمد نعمل كذا والناس الذين ستتعمد ستتلبس كذا أو تذهب كذا وعندما نتناول وعندما نعمل كذا هذه الكتب كثيرة جدا وهناك الكثير على نفس الشكل مثل المرسيم الرسولية مثل كتب أخر في بعض المناطق الأخرى التي يهمنا هنا لخص مصر تحديدا هو قوانين هيكوليتوس وهناك أيضا في أقويل التاريخ يرجع إلى كام وعلمين يقدرون أنه يرجع إلى القرن الرابع ما بين 336 و340 وفي بعض العلماء مثل جريجوري ديكس قال أنه كتاب حديث لذلك حاولت أن نرتبهم بالترتيب من الأقدم للأحدث وهناك تقريبا من الأقدم للأحدث هو بالترتيب مصدر الدراسة هو ماكسول جونسون الذي كتب الكتاب واسمه الليتورجية المبكرة في كنسة مصف ترجمه أبو إيوحان عطا وطلع معرض الكتاب الذي فاد على طول وموجود في المدنس نتحدث عن الليتورجية في أي وقت كبيرة في 2000 سنة لكن سنخص الدراسة لحد سنة 451 أو لحد مجمع خلق الدنيا سنضطر أن نستعين بشيء قدام قليلا فقط لنعرف منها قبل كده كان شكله ولكن لا نتطرق للشكل الليتورجيات بعد مجمع خلق الدنيا بالضبط وهذا بالمناسبة كان نفس النطاق الدراسة أرشالين وعلماء مختصين بالمسيحية المبكرة المسيحية المبكرة يعني أول خمس ستة كنون بالكتير بعد ذلك كان هناك اختلاف ولا سيما في القرن الرابع أو الخامس تحديداً اختلافات جمدة جداً في الليتورجية بشكل عام كما نرى في هذه الدراسة أغلب الأشياء التي استحدثت في الليتورجيات كانت تقريباً كمنتاجة القرن الرابع وبعد ذلك بالنسبة للمصر في القرون الوسطى كان هناك استحداث للتقوص ليس للليتورجيات يعني الحركات التقصية والترتيبات هذه الأشياء طلعت بكثرة جداً وأولاد العسال وهكذا حسناً مقدمة قبل أن نتحدث في المحاضرة يجب أن نتعرض لبعض الأشياء أولاً كما قلت لدينا أي مصادر للليتورجية في مصر كما لدينا أو لماذا نقول هذا؟ لأن من ضمن الأشياء التي كانت مشهورة مثلاً لكي نستطيع أن نعرف التقوص أو الليتورجيات التعميد أو المعموضية كانت تفعل ماذا؟ ماذا؟ وماذا؟ 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 ويصوموا قبل المعموضية كل هذا كان عادة موجود في حاجة اسمها تعليم طاليب العماد أو عزاء طاليب العماد يسمونهم الكاتيكيومنز 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 هو الناس قرروا أن يخشون المسيحية ولكن لا يوجد في مرحلة تهيئة لا يوجد التقس الآن كانت تقس قوي وراسخ وكان الأسقفة أو القدسين الكبار كانوا دائماً يعملوا تعليم للناس ناوية تخش المسيحية الذي يسمونهم طاليب العماد فنجد أن مثلاً كرولوس الأرشاليمي أسقف أرشاليم في القرن الرابع كان له كتاب مشهور جداً ومترجم عربي وموجود عن عزاء عن طاليب العماد وعنده أيضاً خمس عزاء عن الأسرار يسمونهم عزاء عن الأسرار عزاء عن الأسرار يعني تتكلم على سر المعمودية وسر الإفخارستية تحديداً العزاء عن طاليب العماد ليس شرط تتكلم على الأسرار يمكن أن يشرح لهم فكرة مقدسة ويشرح لهم قانون الإيمان وكذلك فكل أحد كان يرى ما الذي ستدخل المسيحية يحتاجونه وكانوا يقولون في العزاء سنجد أن يوحنى ذهب الفم نفس الكلام كان أيضاً عزاء عن طاليب العماد كان كتبها ومترجمة العربي وموجودة كلها على الإنترنت سنجد قديس أمبروسيوس أسطف ميلان لم يكتب على عزاءات لطاليب العماد ولكن كتب عزاءات على الأسرار ومركز دراسات الأباء مترجمها في كتاب صغير اسمه الأسرار قديس أمبروسيوس سيؤدور الموبسويستي طبعاً نحن نعتبره قديس لأنه كان يعتبر معلم نسطور ولكن كان له عزاءات على الأسرار ساعات نستعين بالإطار نرى هذا الرجل من منطقة سوريا ساعات عندما نعرف الطقس في سوريا كان شكله ماذا يرجع للرجل؟ لا نأخذ تعليم منه اللاهوتي تحديداً ولكن نرى ماذا كان يقول ماذا؟ عنده صيغة التعميد موجودة عندما يأتي تتعمد يقول لهم يعترفوا بالإيمان كل هذه دلالات وإشارات نجدها عند الناس مثل هذه عند مصر لا يوجد أوجاز لا يوجد أي مصادر تكلمنا عن العماد أو المعمودية مثل ما لدينا في سوريا بغزارة سوريا تظهرها واحدة اسمها إيجيريا سائحة من أسبانيا من شمال أسبانيا تحديداً في القرن الرابع ما بين 381 و 385 تقريباً قامت كل شيء في أسبوع البسخة يعملوا 1-2-3-4 و يوم الحد يصلك القدس بالشكل والعيد لديهم 8 أيام بعد العيد والدورة لا يتعلم و يذهبون كل شيء والكتاب نترجم عربي و ستجده على الإنترنان لدينا هذا لا يوجد لدينا لدينا مصر و يتحدث عنها في القرون الأولى فقط يوجد شخص يوحانا كاسيان وهو راهب فرنسي و كان من فرنسا و كان نفسه يدخل الرهبانة فرنسا و يذهب إلى مصر فقط يذهب إلى الأديورة و يرى ماذا ولكن هل زار الكنيس؟ لا زار هل عرف السعيد ومصر في الكنايس الكاتدرائية أو الناس في وسط الشعب لا أعرف و لم يكن مهتم وكان مهتم بالأديورة تحديدا لأنه كان الغرض من زيارته أنه يصلح الرهبانة أو يدخل رهبانة على المثل الأعلى التي نشأت منه مصر لذلك لدينا الإشارات شحيحة ماذا أكثر من المصادر الإفخارستيات حد سوالة حرج برديات ودرج ورقوق وكل شيء لدينا الكثير ولكن مشكلتهم الوحيدة أنهم قطع لا يوجد شيء تقريباً مكتمل المكتمل الأول فنجد أننا لدينا إفخارستية كثيراً برديات مثلاً من قرن الثاني وقرن الثالث وقرن الرابع ولكن يمكن أن يكون صلوات صغيرة فيها جزء مثلاً من الأنافورة ولكن طبعاً هي مفيدة جداً ونحن نتعرف على شكل إفخارستية زمان في قرون أقول لك بالإضافة للثلاث لدينا إشارات لبعض الأباء السكندريين مثل أوريجينوس علامة أوريجينوس من القرن الثالث ثليماندوس السكندري المعلم من القرن الثاني أثاناسيوس الرسولي كرولوس كتبوا إشارات ليس بغرض أنهم يتحدثوا عن الليتورجية وكان يتحدث عن موقف وفي النص يوجد ذكر فنأخذ هذه الأشارة ونستطيع أن نكون منها بالشكل الذي نفعل مثلاً القديس أساناسيوس يتحدث عن عندما أوريجين دخلوا لكي يتبعوا المسيحين في الكنائس يتحدث عن أننا نقومون ونرتل وأنا قلت للشماس يقول المرض المزمور الذي هو وإلى الأبد رحمته فنعرفنا أنه لم يرتله وقلت للشماس والشعب يرد فنعرفنا أنه يقوله بطريقة المرابعة ولكنها جاءت في السياق وقد قدرنا أن نعرف من خلالها وشكل كيف على أقل في اسكندرية هناك قاعدة مهمة جداً أن أي شيء من ذلك سواء هنا أو في قرشريم أو في سوريا أو في أي حد تتعلق بالمكان الذي كتبت فيه الزمان ليس هذا الوقت الزمان يمكن أن يكون هناك توحيد مثلاً القطر المصري أو الابطية في كل العالم تمشي بطاقسة أو طريقة أو تقليد الزمان لا يمكن أن نجد خلاجة قدر الأبيض في قرن العاشر لا أتكلم بقى في أول وثاني هناك مثلاً 13 أداس 13 أداس تسلقون اليوم هناك ثلاثة في زمان كان ممكن أن يكون اسكندرية لها تقليد وتمويس في قد السرابيوم لها تقليد السعيد لتقليد وهكذا عادي جداً ولكن طبعاً الإيمان واحد يعني كلهم يكتبون كلها تمشي على نفس الإيمان ولكن يمكن أن يكون تقاليد مختلفة أو تقوص مختلفة فعندما نتحدث عن أساناسيوس أو إشارة عن أساناسيوس ممكن أن تكون في اسكندرية فقط وارد والشرط أن تكون في السعيد عادي جداً ماذا؟ أوريجينوس أوريجينوس المعروف أن هو راح في فلسطين في الأوقات وكان يوعظ هناك وقعد هناك كان ضده في مصر واضطر أن يهرب في فلسطين وهناك ما يمكن أن تعود على فلسطين ولا تعود على مصر وارد جداً هذه كلها نتعرض لها من خلال المحاضرة بعد المقدمة نتحدث تحديداً الانضمام المسيحيين أو يسمونها بالانجليش كريستين إنيشييشيشن يعني بداية القصة خلص الناس دي هتدخل الإيمان وهيعملوا قبل ما يبقوا مسيحيين وليس مجرد أنني أريد أن أجيبه وعمده لا كان فيه فترة تهيئة الفترة تهيئة يجبهم فيه عيزات ويأهلوهم ويختبروهم ويشوفوا جد ومع ذلك يبدأ يعمده وبعد ذلك يبقى مسيحي هناك يسمى كريتشمار وهو ألماني وعمل كتاب كبير جدا بالألماني وهو كتاب مهم يعني وصف فيه الانضمام للمسيحية طبعا وصف فيه انضمام المسيحية في تقوص أخرى ليس فقط المصري ولكن من ضمن الذي وصفه كان التقديد المصري قال نوبة اسم هذه الأجزاء فترة تهيئة للموازين لمدة أربعين يوم بدون استقسام يعني استقسام يعني تقس لطرد الأرواح الشرية كان زمان المسيحيين يعني عندهم قناع ان هو الشخص الذي جاي ده جاي من الظلام جاي من عند الشيطان فلازم عندما يدخل عند المسيح لازم انه يحصل له تقس طرد الأرواح الشرية وما زلنا لحد النهاردة على فكرة في الصلوات المعمودية ستجد أن هناك جملة وبعض الصلوات ستجد تقسط بطرد الأرواح الشرية بالضبط كان هناك تهيئة الموازين ولكن لم تكن مجرد جملة عند هذه المعمودية كانت تهيئة كاملة ولكن مصر كانت بدون استقسام ماذا كان باستقسام؟ أرشاليم كان القديس كورولوس يوصف وسط الأعزاء وإيجيريا يوصف مثلاً 40 يوم يقومون بطاقس استقسام كل يوم يحاولون أن يتردوا من عندهم الأرواح الشرية لكن هنا لا يوجد استقسام في فترة التهيئة يمكن أن يكون هناك في المعمودية ولكن في فترة التهيئة نفسها لا يوجد استقسام وهذا ما يتميز مصر ثم تسجيل أسماء المتقدمين إلى العماد هذا كان مهم يجب أن أعرف مين جاءت ومين جاءت وممكن أن يقعد 40 يوم ويطلع لا ينفع ما هو هدف 40 يوم لكي يتكشفوا ومين يستطيع فترة أخرى فكان يجب أن يكون تسجيل لأسماء المتقدمين وفي أرشاليم كان يكون لهم مثل أو أب روحي يعني يجب أن يكون هو ما هو هذا الرجل يأتي ومازال في طقس رسامة الأسقفة دائما يكون هناك أسقف تسكية من أسقف ماسك أيدي الشخص ويذهب معه في طقس الرسامة بعد ذلك هناك جهد الشيطان وإقرار إيماني أو استجواب إيماني سنعرف ما الفرق بين الإقرار الإيماني وبين الاستجواب الإيماني وبين حاجات الثانية وغير ذلك وجهد الشيطان ما زلنا بنعمله لحد النهاردة في طقس المعمودية بعد ذلك هناك مسحة قبل المعمودية غير استقسامية ومرتبطة بمسحة المسيح في الأردن كل هذا يميز التقليد المصري فقط ويمكن بعض التقليد الأخرى ولكن هذا مختلف عن أرشاليم سنعرف بعد ذلك نقص التعميد وبعد ذلك المشاركة في الإفخارستية يقول لي ما بين المسحة المعمودية لم يكن موجودة في مصر وهذا اختلاف كنست أرشاليم كان فيها مسحة المعمودية ومتحدثنا في المحاضرة بأن قد يكون القديس كرولوس أرشاليم هو الذي استحدثه لأنه في وقت لم يكن هناك غيره تقريباً لم يكن يدهن بالميرون تقريباً غير تقريباً من أقدم الناس الذين يتحدثوا عن هذا مصر بحسب ما نرى بعد ذلك لم يكن هناك مسحة ميرون فقط قبل المعمودية حسناً الكتابات الأباء المصريين التي تحدثنا عنهم أوريجينوس وكليماندوس والناس تحدثوا عن كل الكتابات تقريباً الأباء المصريين انحصرت فيه أن يتحدثوا عن حدث الأردن حسناً اليوم نقول أنها موت ودفن مع المسيح هذا المصري كان موجود في مصر لم يكن كان موجود فيه هذا الرمز كان أيضاً أورشاليم وذلك نقول أن أورشاليم أثرت جداً على مصر وذلك كانوا استحدثوا أوريجين كرولوس أورشاليمي وذلك أثرت بها تقوز كثيراً ضمنها روما ومن ضمنها مصر وبدأ أنها تظهر عندنا في التقليد لكن كان كل تفاصيل الأباء عندما يقوموا بفصرها ماذا؟ أنها مثل نهر الأردن بخادة يشوه حتى أن قدس كلماندوس كان شاهد على معمودية المسيح في يوم 6 يناير بعد الجماعات في مصر كانوا يعمدوا أو كانوا يحتفلوا ببعيد معمودية المسيح في يوم 6 يناير وهو كان يتكلم على المعمودية بحيث أن هي تمثل عبور نهر الأردن بقرة يشوه أوريجينوس سنجد أن هو في تفسير رومي وهذا يمكن ترجمه دكتور عادل ذكري موجود هنا في المدرسة على جزئين كبار ومن أكمل التفسيرات التي جاءت لنا من أوريجينوس أوريجينوس جاءت لنا منه أشياء كثيرة ومثلت لنا باللاتيني ليس باليوناني ولكن من أكمل التفسيرات يمكن كامل تقريبا أوريجينوس يتحدث عن المعمودية ممكن تكون ترمز لكلام في روميا 6 الذي هو الدفن والموت مع المسيح ولكن يتحدث أيضا في تفسيره الأساسي ليس فقط في روميا ولكن دائما يتحدث عن المعمودية مثل كليماندوس لا يوجد استغراب لأن كليماندوس كان المعلم سيكون مدأثر وماذا يتحدث عنها ماذا يربطها يربطها بأشوع بعبوره في نهر الأرض عندما يتحدث عن عبورين يمكن يفصرها يقول أن عبور البحر الأحمر عندما عبروا البحر الأحمر من مصر لأرض كنعان مثل سيناء مثل المعوزين الذين يبقوا في الظلام مثل مصر وبعد ذلك يذهب فترة التهيئة فترة التهيئة ليس لأرض الموعد فترة التهيئة هي الفترة بالبرية أو تخلصوا من المصريين صحيح ولكن يتنقوا 40 سنة في البرية لذلك كانوا ساعات يأخذوا هذه الإشارة عن أن هذه الفترة كانت 40 يوم وعرفت أنها 40 يوم لأن أوريجينوس قال أنها غالبا كانت 40 يوم لأنه شبهها بال40 سنة فجايز والعبور الثاني بعد الموازين التي تهيئة ويخلصوا ويعبوروا نهر الأردن ويخلصوا أرض الموعد مثل الموازين التي تهيئة وتهيئة ويعبوروا بالمعمودية ويخلصوا بنور المسيح يتكلم عن عبورين عبور من العار للتهيئة وعبور من التهيئة للنور مثل عبور من أرض مصر لسينة والتيه في البرية 40 سنة وبعد ذلك عبور من قبل نهر الأردن لأرض الموعد بقيادة يشوع وطبعا يشوع هو يسوع حتى في العبري لا يوجد فرق بين الاثنين وإدراك المسيح بوسطة المعمودية نأتي لخلاجي قديس ربي ونحن نقول أنه شاهد مبكر للصلاوات أو التقليد المصر خلاجي قديس ربيان قد يرجع لسنة 350 ميلادية كان يتكلم عن ماذا في المعمودية؟ هل أنها دفن وموت أو أنها عبور للنهر الأردن أو أنها لها علاقة بحدث نهر الأردن معمودية المسيحة تعالوا نرى يقول في صلاة 7 اسمها صلاة لتقديس المياه يقول وكما أن وحيدك الكلمة المولود منك الذي نزل في مياه نهر الأردن قدسها فليحل الآن أيضا على هذه المياه وأجعلها مقدسة ورحية هل يتكلم عن ماذا؟ الحدث نهر الأردن لا يتكلم عن الموت والدفن وعلى مدار الصلاوات لن أجد أن يتكلم عن الموت والدفن في كل الصلاوات التي يتكلم عن معمودية أن يتكلم دائما عن حدث نهر الأردن وهذا يتكلم عن شيء بسيط الذي قلناها أن المصري لم يربط ما بين المعمودية والموت والأيام أو الدفن والموت كان يربط بها حدث نهر الأردن وهذا التفسير البسيط والأولي والمبدئي الذي يربطه عندما يقول المعمودية يعني معمودية المسيح أنا أقوم بعمل مثال المسيح وبالتالي لديها علاقة بالنهر الأردن والحرور القدس والتقديس والولادة الجديدة وبعد ذلك يوم التعميد وفترة تهيئة طاليب العمال أمتى الناس كانوا يتتعملون وكانوا يفضلوا يتهيئوا قد ماذا؟ أول الأشارات عن مدة فترة تهيئة الموازين في القرون الأولى وشحيحة لا يوجد شيء يتبين لنا الفترة كانت قد ماذا؟ لدينا 40 يوم منذين نظريات كما اتفاقت معكم في الأول من خلال إشارات من خلال أورجينوس يمكن أن نخمن أنها 40 يوم هل هي 40 يوم أو 45 أو 50 ما نعرف ولكن أغلب العلماء يرجحون أنها 40 يوم كما نرى كتاب التقليد الرسولي الذي قلنا يرجع إلى سنة 215 وهو أصلا مقروض كتاب روماني مع أن صدر الدراسات بعد ذلك تنسبه أن كتبه مصري لكن بحسب الكاتب هنا يقول في فصل 17 فقرة 1 يذكر صراحة أن الفترة تتكون من ثلاثة سنين بعد ذلك نجد إشارة أخرى وحيدة في كتاب المتفرقات الذي كتب كلماندوس السكنداري كتب كتاب ضخم جدا اسمه متفرقات ترجمه أبو نابولا ساويرس موجود أيضا على موقع الكنوز الإبطية مجاني يستخدم فيه تشبيه زراعي عن نموس أو من نموس عن تقديم بكورة السمار الجديدة للرب بعد فترة تمتد لحوالي ثلاث سنين هناك أشخاص رابطوا التشبيه عن تهيئة المعوزين وقالوا أن الفترة هي ثلاث سنين وكما لديهم التقديد الرسولي يقول ثلاث سنين هذا الرابط لكن ليس شرط أنه يبقى الفترة ثلاث سنين هناك أشخاص يقول أن السياق نفسه مختلف فهو كان يتكلم عن نموس موسى فلا يوجد أي مقارنة فهو موضوع ثلاث سنين أو حال حسنا هناك أشارات عن صوم أربعيني ليس ثلاث سنين أربعين يوم لكن صوم يبدو أنه منفصل عن صوم أيام الأربعة والجمعة هذا نجد هذه الأشارات في قوانين هيبوليتوس قانون رقم 12 وقانون رقم 20 وقوانين البوابوتروس الأول بوابوتروس السكندري أو خاتم الشهداء كتب مجموعة قوانين أو رسالة قانونية أو الفقرة فيها فعيزة على سفر اللويين كل ذلك أشاروا أن هناك صوم أربعين هذا الصوم الأربعيني هو الصوم الكبير؟ لا نعرف هل هو الصوم الذي يسبق خطر التهيئة المعمودية؟ أيضا لا نعرف لو أحد رجع هذه الأشياء فإن كلها لها سياق بوابوتروس مثلا ختم الشهداء يتكلم عن المرتدين الناس تحت الاضطهاد اتكسروا وارتدوا وبعد ذلك يريدون أن يرجعوا أخرى للإيمان يقالوا أنهم فترة ثلاث سنين توبة وبعد ذلك يمكن أن يضاف أربعين يوم توبة إضافية قبل أن يرجعوا الإيمان هل هذه تخص المواظين؟ وارد ممكن أن يكون هذه المواظين مواظين ماذا؟ المواظين أيضا يريدون أن يخذوا الإيمان ممكن أن يكون كلهم كانوا يحضروا مع بعض في الأربعين يوم لكن هل أكيدا؟ لا نعرف لكن هذه أشارة وردت عند بابا بوتروس وهكذا بقيت الإشارات وساعات يأتي ذكر المواظين في سياق الأربعين يوم كما نجت في قوانين هيبوليتوس تأثرت جدا بكتابة التقليد الرسولي أنا أوردت اثنين تحديدا وهو قوانين هيبوليتوس قانون رقم 12 والتقليد الرسولي رقم 16 والنص الذي قالوا قوانين هيبوليتوس قالت كل من يكون مدير مسرح أو مصرعا أو 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 وضعوا لستة ناس أي حد بيمتهن مهنة من ذلك لازم هو لو عايز يبقى مسيحي لازم هو يبطل المهنة طيب بعد ما رسل الرسة كلها وقال كل الحاجات أو كهن أصنامه هؤلاء كلهم لا يبعثوا لهم كلاما مقدسا إلا أن يتطهروا أولا من هذه الأفعال الطمثة ومن بعد أربعين يوم يستمعوا الكلام فإن كانوا مستحقين فيعتمدوا يتحدث عن فترة تهيئة معوازين وارد ممكن لكن يمكن أن يكون فترة التوبة هذه التوبة لمدة أربعين يوم هل هذه الفترة التي تصبق؟ أريد أن نفرق بين شيئا فترة أن أستعد وفترة أن أستعد للمعمودية تحديدا وهذا شيئا وهذا شيئا ممكن أن أستعد أتوب مثل مباوة بوترس ختم الشهداء قال ثلاث سنين توبة لا يوجد مشكلة ولكن أنت النهاردة ستتعمد قبل المعمودية باربعين يوم فترة تهيئة المعمودية أو الموعوازين وهذا شيئا وهذا شيئا حسنا التقليد الرسولي ما يقول نفس الكلام وكذلك يجب أن ندام تأثر بهذا جدا إن كان واحدا يدير بيتا للدعارة فليكف أو يخرج وإن كان واحدا يصنع الأوثان أو رساما أيضا أصرد كذا يظل الموعوازين ثلاث سنوات يسمعون الكلام ثلاثة أو أربعين لا نعرف هي إشارات تبني عليها فرضيات كما نرى بعد ذلك هم حددون من خلال أخرى الثلاثة واحد اثنين وثلاثة هذه كلها مترتبات أول بما أنها لا ناجد ذكر صريح في تلك الإشارات يربط بين الصوم الذي يمتد الأربعين يوم وبين فترة تهيئة الموازين لا يوجد شيء يقول أن هذا الصوم هو المعمودية أو الذي قبل المعمودية بالضبط لا يوجد شيء صريح ستقول نخرج بإستنتاج أن هذا الصوم ماذا لا يوجد الصوم يصبح الصوم الكبير والأربعين الذي نعرف صحيح أو في أغلب الظن حسنا رقم اثنين سنستعين فيها بالعصور الوسطة كما تتحدث عندما نصل إلى العصور الوسطة نجد واحد بطريارك ملكاني الذي كان الملك يعينه كان بطريارك ليس بدل البطريارك كان بطريارك معنا في نفس البلد لكن متعين بواسطة الملك بعد مجمع خلق الدنيا في الموضوع هذا البطريارك الملكاني اسمه سعيد بن بطريط كان في قرن العشر من الناس الذين كتبوا حاجات عن التاريخ يعني وقص اسمه ابو البركاث ابن كبر في قرن الاربع عشر الاثنين يقولون شيء مهم يقولون المعموديات في التقديد السكنداري المبكر كانت تتم في اليوم السادس من الأسبوع السادس من صومة أربعيني يبدأ بعد الغطاص مباشرة لماذا يبدأوا بعد الغطاص؟ لكي يكملوا أحداث الخط الزمني بتاع إنجيل مورقس إنجيل مورقس قال ماذا؟ قال ان ربنا بعد ما اعتمد طلع البرية أو أخذ البرية وصومة أربعين يوم توماس تالي هذا واحد من العلماء عمل دراسة أثبت فيها أن كل كنيسة لها إنجيل مميز كنيسة أرشاليم إنجيل مميز إنجيل مات الذي كتب لليهود وبالتالي أرشاليم تتبنى كنيسة مصر إنجيل مميز مورقس كانوا يمشون على أحداث السنة الليتورجية طبقاً لمورقس هذه دراسة هناك أشخاص انتقادوها و هناك أشخاص لكن بحسب هذه الدراسة كانوا يقولون أن الصوم الأربعين يبدأ بعد عيد الغتاس مباشرة حسناً هل في آخر الصوم كان هناك معمودية؟ أيضاً لا أعرف ولكن الإشارات من العصور الوسطى تقول أن كانت هناك معمودية فعلاً في اليوم الثالث من الأسبوع الثالث إذن الأربعين يوم حسب إشارات العصور الوسطى فقط كانوا أربعين يوم تهيئة للمعموديات حسناً هل نقرأ نعتمد على إشارات من العصور الوسطى توصف لنا شيء من العصور الأولى؟ ممكن وممكن لا لكن الاحتمال يضعف كل ممشي قدام في الزمن لو كانت اليوم وجدت كتاب يقول أنه في العصور الأولى كان يحدث وكذلك وكذلك كان يقول مراجع أو غيره كان يقول مؤرخ في العصور الوسطى كان يمكن يقول أنه كان يحدث هل كان يحدث فعلاً لا أعرف فالإشارة تضعف كل ما الزمن يتقدم فإن أنا يبقى عندي إشارات من قرن 14 وقرن 10 يعني إحتمال ضئيل لأن هذه الإشارات مضبوطة ولكن طبقاً لأن أنا اعتبرت أن الإشارة الأولى دعونا أقول أن هذا هو الصوم الاربعيني مدام لا يوجد أي شيء مباشر يقول أنه هو صوم تهيئة للمعمودية قرن الأخير أو القرون الوسطى يقول أنه لا الصوم الاربعيني هو المعمودية إذن في لحظة ما في الزمن ما بين هذا و هذا الصوم الاربعيني أصبح بتاع معمودية أمتى؟ هذا السؤال هذا اللي سنحاول نحن نعرف بما أن الإشارات السابقة لا تصرح مباشرة أن الاربعيني يوم هي فترة تهيئة لإشارات الكنيسة الأولى لكن الوسطى تقول أن هي أصبحت فيما بعد فترة تهيئة يبقى هنا نقطة في الزمن نحن لا نعرف أمتى بالضبط أصبح فيها 40 يوم الصوم الكبير يسبق المعمودية مباشرة الناس تصوم الصوم الكبير وبعدها تتعمد بعدها أمتى حصل هذا؟ لا نعلم ولكن ما نعرف وأكيد أنه لم يكن أوريجينوس قلنا أن أوريجينوس هو الذي قال هذه الإشارة الأيرانية قال أنه فيها 40 يوم موازين وقوانين هيبوديتوس مقارن الرابع ولكن لا نعرف بالضبط ولكن أكيد كانت بعد الفترة أوريجينوس وبعد قوانين هو حسنا عملية تهيئة طالبة العماد نحن نتحدث في الفترة وعرفنا في يوم التعميد نفسه نريد أن نتحدث عن هذه الناس تتهيئة ماذا يفعلون هل هناك تقوس معينة هل هناك معينة في الفترة التي افترضنا أنها 40 يوم نرى بالإضافة للأربعين يوم عملية تهيئة الموازين في التقليد المصري فريدة طبعاً تقليد المصري يتفرد ما بين التقاليد الأخرى لديه شيئاً ممكن أن نجد تقاليد أخرى هناك واحد اسمه بول براتشو أيضاً واحد من الناس الذين كتبوا كثيراً في دراسات المسيحية المبكرة لو أحد مهتم في المجال يجب أن يقرأ هذا الرجل وصحب الكتاب ماكسول جونسون كتبوا أبحث كثيراً يختلف عن باقي التقوص والتقاليد في الآتي هذه الأشياء التي استنتجها من خلال دراسات أولاً أن يحدث فحص أخير لطالب العماد بعد أن يتهيقوا يحدث لهم فحص تمام من 40 يوم فعلاً خليتك جاهز أو لا تحتاج أخرى أو لا تنفع يجب أن يكون هناك فحص غير استقسامي فحص لا يوجد طرد أرواح شريعة قبل يوم التعميد بعدة أيام كما يتضح من قوانين هيبوليتوس رقم 19 و 20 لو فتحنا كتاب قوانين هيبوليتوس بالمناسبة فكل المصادر التي تحدثنا عنها أو أغلبها مترجمها أبونا أسناسوس المقاري وموجودة أيضاً في المكتبة أيضاً يمكن أن يشتريها في قوانين هيبوليتوس رقم 19 و 20 أو أسف رقم 19 سنجد أن التأس غير استقسامي يعني على مدار 40 يوم لا يوجد استقسام لكن عندما نظر التقليد الرسولي سنجد أن على مدار 40 يوم يوجد استقسام على مدار فترة التهيئة كلها يوجد استقسام من كل يوم حتى من أول يوم الفحص إلى يوم المعمودية هيبوليتوس الذي بعد التقليد الرسولي بحوالي 150 أو 200 سنة لا يوجد كلام هذا يبين أن آه الاثنين كانوا قريبين أو من بعض وهيبوليتوس خد من التقليد الرسولي أو كاتب هذا ولكن هناك شيئات تغيرت على زمن كاتب قوانين هيبوليتوس تطورات في التقوص وتطورات في التقليد وبالتالي هذه الاختلافات سنلاحظنا من الأول كان فيه طرد أرواح شرير على فترة تهيئة كلها بعد ذلك تقلست قبل المعمودية هذا تطور ثاني إشارة إلى دخول طليب الإعماد إلى حجرة المعمودية لتسجيل أسماء كما تحدثنا يجب أن الناس تسجل أعرف مين سيتعمد ومين لا واختبارهم وصلا عليهم كما ورد في الجزء الخاص بالمعمودية في كتاب التقليد الرسولي في نسخته الأثيوبية هناك كتب من ذلك مثل التقليد الرسولي جاءنا في ترجمة ممكن نجده في ترجمة أثيوبية في ترجمة أبطية مثلا ماذا كانت الترجمة ماذا ساعات يكون هناك اختلافات وممكن هذه الاختلافات ترجع إلى أن نسخوا وكتب شيئا من العصر هذا شيئا مثلا يكتب في المعمودية مثلا وانسخ 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 في كنستي وانسخ بعض الاختلافات فحسب النسخة الأثيوبية هناك حتة الصلاة على المواظين قبل أن يتعمدوا على طول هناك أسخف اسم الأنبا مقارة أسخف من نوف العليا في مصر من القرن العاشر لي رسالة اكتشفوها يكتب فيها أو يتسجل فيها عن مراسم تسجيل أسماء وفحص طاليب العماد الاثنين في طقس واحد يعني قلنا أنه هذا فحص وهنا هذا تسجيل أسماء أنبا مقارة يظهر على زمنه في القرن العاشر كانوا يقوموا كانوا يقوموا أو أثنين في يوم واحد أو أثنين في وقت واحد أمتى تعمل قبل المعمودية بيوميني؟ بالضبط يعملوا تقس الفحص وتسجيل أسماء هذا هو الذي اكتشفوا براتشو أو الذي خمنه من خلال الدراسات من خلال الدراسات في التقليد المصري حسنا نريد أن نقصل هذا كلام ونرى هل فعلا هذا كلام موجود أم لا نمسك أنهي مصادر مصادر الأولى فنأتي الخلاجي قديس سيرابيون ونرى هل فعلا هذا كلام كان موجود من أيام سيرابيون أم لا تطور بعد ذلك؟ نرى أن صلاة رقم 8 يتضح أن الصلاة كانت صلاة فحص قبل المعمودية أو تخص طقس مختلط مثل ما ذكروا الأنبا مقار ونعرف قديس سيرابيون هل كان طقس الذي وصفوا الأنبا مقارا وهو فيه الاثنين في طقس واحد؟ كان من أيام قديس سيرابيون أو ما بعده؟ لأن الصلاة تحمل المعناين أخذوا بالكم الذي يقرأ كتاب الخلاجي سيرابيون يجب أن الصلاوات إلى حد ما يمكن أن تفهم شيئا هناك شيئا واضحة وهي شيئا يمكن أن تتفسر مثلا هذا يوجد استقسام كما سنرى بعد ذلك أو لا يوجد استقسام لا يوجد استقسام لا يوجد استقسام لا يوجد استقسام لا يوجد أي طرد أرواح هذه كلها اكتهادات وتفسيرات ولكن الأكيد أن هذا الخلاج قديم قوي لأن الصلاوات لم يكن محددة بالشكل الذي نرى وأن صلاوات ليس محددة قد تكون استخدام أكثر من مناسبة يمكن أن الصلاة تنفع في المعموضية وهي نفسها تنفع في الصلاوات اليومية مثل الأجابي أو تنفع في ذلك عادي لا يوجد الغنى 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 وذلك يمكن أن استخدام مناسبة هناك ممارسة أخرى لا يوجد أي نظير في أي التقوص الأخرى تقوص الأخرى كانت في المعواضين لم يعتبر مسيحيين لا ينفع أن يحضروا أي شيء مع المسيحيين حتى في الأداس نرى قبل تقديم القربين أو قبل ما نسميه المؤمنين لأنه يختص بالمؤمنين لا يكونوا معواضين نفس كلام في المعواضين ونفس كلام في أي شيء كانوا دائما لهم حد أو ما يعدوه ولكن نرى أن في التقليد المصري شيء متفرد ليس في أي تقاليد أنهم كانوا يبعثون لهم خبز مطهر بالصلاة مثل التناول لكي أيضا جزء من الاستعداد ثاني أفكركم ونوصف فترة التهيئة كيف تتعامل فترة التهيئة في تقليد المصري كانوا يبعثون للموعاظين خبز مطهر بالصلاة ففي فترة التهيئة في أرشاليم لا يبعثون خبز مطهر بالصلاة يأخذ أمتى الخبز المطهر بالصلاة أو الذي تصلي عليه عندما يبقى مسيح مصر لا يأخذ كجزء من تهيئته فنجد أن في قانين هيبوليتوس قرن الرابع أو السادس يقول ويرسل الأسقف للموعاظين خبزا قد تطهر بالصلاة فنالونا شركة الكنيسة هذه الجملة وردة على طول بعد وصف طقس الإفخارستية فوضح أن يمكن أن تكون شيئا شبه منولة المرضى التقليد الرسولي نفس الكلام لأن هيبوليتوس يأخذ من التقليد الرسولي يقول كل واحد من الحضرين المؤمنين من قبل أن يشربوا فليأخذوا كأسا ويشكروا عليه ويوصف طقس الإفخارستية بسيط جدا وبدائي جدا ثم يأكلوا طعامهم ولمت الأغابي فأنهم قد تطهروا لكن يعطى للمواظين خبز استقسام وكأس هنا عرفنا أن الصلاة التي تطهر بالخبز هي صلاة استقسام لماذا؟ لأن المواظين يجب أن يرى أن هم داخلون لنور المسيح يجب أن يكون هناك طقس استقسام فلو قلنا قبل ذلك فترة التهيئة لم يكن لديها أي طقس استقسام ولم يكن لديها طقس طارد رواح شريرة بمعناه الحرفي يعني أبونا أو الأسطف لا يجب أحد ويصلي عليه صلاة استقسام ولكن كان هناك نوعا ما من الاستقسام من خلال الخبز الذي يبعطوه للمواظين حتى لو العلم أجمعوا أن التقليل مصر لم يكن هناك استقسام في فترة التهيئة ولكن هذا دليل بسيط يثبت أن كان في نيتهم أن يفعلوا مثل هذه في فترة التهيئة نجد توازي لقانون هيبوليتوس مع تقوص الفحص وتسجيل أسماء في النسخة الأسيوبية للتقليد الرسولي لأنه هو نفس الكلام موجود هناك صلاة سنجدها تقليد الرسولي في النسخة الأسيوبية اسمها صلاة لتقديس الخبز والماء والزين في الوقت لم يكن التناول يقتصر على إفخارستي هذا أكيد ولكن كان لديهم شيء أغابي وكانت ساعات في النص ما بين مناولة الخبز وما بين مناولة الكأس هناك تقوص كثيرا لكي قلنا أن كل شخص كان يرجع له التقليد لا أغابي أيضا لا نريد أن نفصر شيء أكثر ما المعنى يحتمل لأن النص لا يفصر ولكن كما أقول دائما استنتاجات آه طبعا لا 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 إفخارستية هذا أكيد والدليل أنهم يأكلوا طعامهم فواضح أنها ليس إفخارستية طعامهم يمكن أن تعود على أغابي ولكن هذا الخبز هو استقسام وهو آي عن تقليد رسولي آي المباشرة أنه ليس خبز إفخارستية طبعا لا يستطيع أن يتناوله قبل أن يتعمده هذا أكيد هذا هل سنجد هذا سنجد أنه كان فيه الرجل الذي كتب الكتاب يوصف طقص يجب أن نجد له صلاة يجب أن نجد له طقص يعني يشرح ماذا وأنا أعمل هذا فعلا عندما نذهب إلى النسخة الأسيوبية لكتاب التقليد الرسولي لدينا صلاة اسمها تقديس الخبز والماء والزيت وهذه التي يصليها قبل أن يبعثوا هذا الخبز للمواظين في فترة التهيئة بالمثل سنذهب إلى صلاة رقم 17 في خلاج السيرابيون اسمها صلاة على زيت المرضى أو على الخبز أو على الماء ويتأتي مباشرة بعد صلوات تقديس زيوت المعمودية كلها في سياق الحديث عن حقوص الانضمام المسيحي أيضا هناك إشارة في الكتابات السيكندري عن تقديس الخبز والزيت واضح أن كان طقس منتشر في مصر لا يعني شيء ذكرت في قوانين عردا لا هذا كان موجود وموجود في أشارة وكلها من أزمنا متقربة وهي شيء كما قلت يختلف عن كل التقاليد الأخرى التي لم تكن كذلك مصر فقط حسنا خلصنا فترة التهيئة واندخلنا على يوم المعمودية الناس استعدت وتهيئت وسجلنا أسماءهم وفحصناهم ودخلين يتعمدهم قبل أن يتعمد سيقوم مسحة ما قبل المعمودية موجودة في كل التقاليد ولكن الاختلاف الوحيد بما أن أرشاليم كان عندها مسحتين واحدة قبل واحدة بعد بالتالي ممكن أن نجد مسحة قبل في مصر لها معنى مختلف عن مسحة ما قبل في أرشاليم لأن واحدة عندها اثنين واحدة عندها واحدة فقد يكون معنى تنقل أو شيء فهنا سنرى الفرق طبعا اليوم عندما نفتح سر المعمودية نرى أن هناك زيت الغليلاون عندما نقرأ النص الصلاوات نرى أن هناك استقسام صريح نتكلم دائما أنه يكون طرد أرواح شرية ففي النهاية تقليد المصر يكون هناك استقسام أكيد هل كان هناك استقسام بحسب براتشو وحسب العلماء قالوا لا لا فنحاول أن نعرف وإمتى بدأ فيه من خلال الجزء طبعا قوانين هيبوليتوس قرن رابع أو سادس تقول أن كان فيه استقسام في مسحة مقابل المعمودية واضح أن من زمن قوانين هيبوليتوس من قرن الرابع أو السادس بدأ فيه استقسام هل قبل هذا الزمن كان هناك؟ نحاول أن نعرف من الأشارات قبل هذا أو على الأقل الموجودة في نفس الزمن وممكن كتب قوانين هيبوليتوس يكون في مكان معين في مصر ومكان آخر لا يفعل هذا حسنا مسحة مقابل المعمودية عند أباء السكندريين البطارك كان عبارة عن ما؟ نجد أن بابا في العمل المنسوب إجابات قانونية يسأل حبة أسئلة ويسأل إجابات خانونية من فم البطارك ماذا؟ يسمى هذه المسحة مسحة الزيت ماذا؟ استقسامة لا أعرف هو يسميها مسحة الزيت لا أشرح تحديداً هل هناك استقسامة أو لا؟ بابا كرولوس يسميها زيت الموعوظين هل هناك تحديد؟ أيضاً لا يوجد تحديد صلاة 15 من خلاج سيرابيو يسميها صلاة على زيت للذين يتعمدون أيضاً نص الصلاة ليس جايب أنها فيها طرد أرواح شريرة أو لا فكل الإشارات لا تبين بداية من قانون هيبوليتوس لدينا تأكيد صريحة أنها بقت صلوات استقسامية في مسحة مقابل المعمودة طاقس الإبت كما اتفقنا يسميه زيت الغليلاون أو الفرح هذا بالرغم من أن الصلوات المصاحبة له لها علاقة به المعمد نفسه أو لها طبعاً استقسامي واضح مما يمثل مزيجاً من التركيز على الجانبين غير الاستقسامي القديم والاستقسامي الجديد واضح أن الطقس الإبت الحالي يمكن أن يحمل فطياته تقليدين يسميه زيت الفرح باعتبار أن زمان لم يكن فيه أي طرد أرواح شريرة وفي الصلة ذات الفرح يتكلم عن طرد أرواح شريرة بحيث أن هذه هي الأشياء الجديدة التي استجدت بعد ذلك هذه الأشياء نستطيع أن نفهمها من التقوص الحالية يمكن أن تحمل فطياتها أكثر من تقليد السؤال لو كانت قوانين هيبوليتوس يقول أن مسحة مقابل المعمودية استقسامية فيها طرد أرواح شريرة وعلمين استنتجوا أن لم يكن فيه أمتى في الزمن لم يكن هذا الطبع الاستقسامي هذا ما نريد أن نعرف هم بانوا فرضيتهم وقبل ذلك لم يكن فيه لماذا؟ براتشو يجب أن يمسكوا الصلاة التي نقولها سيرابيون رقم 15 يسمى صلاة على زيت للذين يتعمدون كلمة صغيرة على زيت للذين يتعمدون بانوا عليها الافتراضات الصلاة تقول الجزء بالأحمر والأزرق والأخدر هو الجزء المهم لما بانوا عليه الفرضية سنجد أن الصلاة تبدأ السيد محب البشر ومحب الأنفس إلى آخره بعد ذلك يقول فمسح بواسطتنا بهذا الزيت الذين يتقدمون إلى ولادتك الثانية الإلهية أول تركيز على الولادة الثانية نتواصل ربنا يسونا المسيح لكي يعمل ويظهر فاعلية الشفاء والقوة بواسطة هذا الزيت أول تركيز نقبله هو تركيز شفائي وتركيز ولادة جديدة هل هناك استقسام؟ لا يوجد لا يوجد وأن يشفي نفسهم ما زال وأجسادهم وأرواحهم من كل علاة الخطيئة والعسيان والدنس الشيطان أول أشارة صريحة أو شيء نفهم منها أن يمكن أن يكون فيه استقسام وبنعمته يمنحهم المغفرة حتى يحيوا في البر إذ تتحرروا من الخطيئة وعندما يتشكلون مرة أخرى بواسطة هذه المسحة وتطهرون بالحميم وتجددون بالروح الخدس واضح أن يتكلم تاني على طابع غير استقسامي بالمرة يتكلم على أن الموضوع يخص الولادة الجديدة إلى آخر ويستطيعون أن يقهروا بقوة كل أعمال مضادة وهكذا طيب تحليل العلماء حللوا هذا كلام قال أنه من خلال نص الصلاة يظهر بوضوح الطابع غير الاستقسامي في المسحة يا جماعة الكلام لا يقول شاطين لا تقول طب عرفت منين الذي افترضت هذا عرفت من كلمات مثل فعالية الشفاء يتقدمون أولادتك الثانية ستشكلون مرة أخرى بواسطة هذه المسحة كل الكلام لا يوجد طرد أرواح شريرة كما أنه الملاحظ أيضا في جميع صلوات المعمودية أو التي قبل المعمودية تحديدا ليس لها طبع استقسامي يعني لو حد مسك خلاجي سيرابيون كل الصلوات التي قبل التعميد لا يوجد أي شيء عن دنس الأرواح الشريرة ولا الاستقسام ولا أي شيء من هذه الأشياء فهما كانوا مؤيدين للرأي استنتاجوا من هذا الجزء من الصلوات هناك أخرى قال لك لا هناك جملة تقول وأن يشفي نفسهم وأكسادهم وأرواحهم من كل عائلة الخطيئة والعسيان والدنس الشيطان لذلك هناك طبع استقسامي ولكن على الأرجح لم يكن فيها لأن هؤلاء أكبر لأن كل الصلوات هناك جملة أو كلمة كلمة الدنس الشيطاني في وسط صلاة في وسط ثلاثين صلاة فوضع أن هي ممكن تكون جملة عبر ويقول يشفيهم من ضمن والدنس الشيطاني جمع يعني فغالبا غالبا لم يكن فيها طبع استقسامي لأن كولاجي سيرابيون من سنة 350 يقول أن لم يكن فيها أو ما بيوضحش أن كان فيها فالأغلب أن هذا الوقت لم يكن فيها هناك ناس ثالثة فقط على شيء ثالث قالوا أن هو ممكن يكون يتكلم أصلا على مسحة ثانية يقول جملة وعندما يتشكلون مرة أخرى بواسطة هذه المسحة إذن ممكن الجملة توحي أن يبقى فيه مسحة زيت بعد المعمل لذلك نحن قلنا الأول أن التقليل المصري هنا ممكن تشير أنه مجايز يكون فيه بعد لأنه يقول عندما يتشكلون مرة أخرى بواسطة هذه المسحة يعني جاهزة أمسحهم مرة أخرى يتطهرون بالحميم وتجددون بالروح بقدس قد تكون إشارة لوجود مسحة ثانية لكن سنقول عندما يأتي الجزء مسحة ماء بعد المعمودية أنه غالبا لم يكن هناك وهذه كانت جملة عرضية ليس مقصودة بالإضافة هذا الذي كان مؤيد شديد لأنه لا يوجد أي طبع استقسامي قبل المعمودية كان يقول ماذا؟ يقول أن هناك دليل ثاني ورد من خلال قصة جاءت في تاريخ البطاركا المنسوب الأنباسا ويرس ما هي القصة؟ يقول أن واحدة كانت في سفينة وهذه السفينة كانت تغرأ وجدت أن طفلاها لم تعمد فأخذت مع وراء نفسها واخدها من دمها ورشمته قبل أن تعمده في البحر الذي ستغرأ فيه لكي لا يموت ماذا لن نفهمه هذه القصة؟ أن الدم الذي أخذته من نفسها أخذته لأن دمها هي حلل عليها رقحة هدوس هي تعمدت وبالتالي أخذت من دمها لكي تجعل الروح القدس بالضبط بالضبط لكن دعينا نقول أن هذا لا يوجد طبع استقسامي لأن لم تعملت أي شيء لها علاقة بطرد الشياطين كان كل همها أنه يحل فيه الروح القدس ويتعمد قبل أن يموت لكي لا يغرق وهذا موجود لأنه لم يكن فيه طبع استقسامي ومن خلال هذا التحليل نرى أن من الصعب الخروج بمعنى واضح كتب الكتاب نفسه يقول برادشو والناس الثانية يقول وعندنا أدلة ولكن هذه عادة العلماء العالم الذي يجزم هذا يعني أن هناك شيء أكيد لا ينفع أحد يكسب حتى لو أحد يكتب أي دراسة يجب أن يقول القراءة من غير ما يبقى فيها إجزامي حسنا بعد ذلك جحد الشيطان والإقرار بالولاء وصيغة التعميد خلصت جزء الزيت ودخلت على حتة مهمة هي جحد الشيطان اقرار بالولاء وصيغة التعميد لكي نتكلم كثيرا على مصطلحات مختلفة فضلت أن أخبركم ومثل لكل شخص يعمل هناك فرق ما بين كل ذلك أول شيء بالطبع أن جحد الشيطان لا يوجد شيء شبيه به فهو مثل واحد يقول أجحدك أيها الشيطان هذا مثل ليس كل الناس تلتزم بالنفس النص يتغير في الكلام لكنه نفس الكلام يعني نفس الإقرار أجحدك أيها الشيطان وكل أعمالك وكل أباطيلك وكل عباداتك في النص الإبطي يمكن أن يكون هناك زيادة بعض الكلمات أقل بعض الكلمات عادي حجاب تتطور حسنا الفرق بين الثلاثة مهمة أو الأربعة هناك شيء يسمى إقرار بالولاء للمسيح بعد أن جحدت الشيطان أقر بولائي لربنا يسوع المسيح هذا مختلف عن إقرار الإيمان إقرار الإيمان أنا لا أقر بولاء أنا أقول إيماني يعني أقول أن أنا أؤمن بإله واحد الله الآب وهكذا مثل الصيغة في بردية دير البلايزة لو أحد يسمع عنها لقوا في صيغة إقرار إيماني ويسمونه إقرار خماسي لأن الآن كان هذا الخمس ما يقروا إيمانهم به الآب والإبن والروحة القدس وقيمة الجسد وكان لديها واحدة مقدسة جماعة رسولين ما الإقرار بالولاء كيف يعمل ؟ كما جحد الشيطان لكن للمسيح أنا أؤمن وأنحاني لك ولي خدمتك كلها أيها الآب والإبن والروحة القدس أو كما اتطورت النهاردة في طقس الإبت وبقى فيها صيغة مختلفة حسنا صيغة التعميد صيغة التعميد يعني بعد أن يمسك الشخص الذي يتعمد ويبدأ يغطس فيه وهو يغطس فيه ويقول شيء ولا يقول شيء النهاردة في طقس الإبت نقول كما كنا نقول ليس كل الناس كانت متفق على هذا الموضوع نرى أن مثلا كرولوس الأورشاليمي لم يكن لديه صيغة يوحنى ذهب الفم كان لديه سؤدور المبسويستي كان لديه في مصر لا نعرف لأنه لم يصلنا أي شيء تتكلم على التعميد فنرى أن نسيغة التعميد أعمدك باسم الآب والإبن والروحة القدس حسنا الاستجواب الإيماني هناك بعض الدراسات من خلال نصوص نتكلم عليها مثل نصوص قوانين هيبوليتوس أو التقليد الرسولي أنه كان هناك استجواب إيماني وليس فقط مجرد إقرار ليس سأقول للأحد قرر أن تؤمن بالأب والإبن والإبن لا سأسأله يقف على جرن المعمودية وقال له هل تؤمن بالله هل تؤمن بيسوع المسيح كذا كذا أؤمن وهكذا هذا اسم استجواب إيماني هذا أيضا كان موجود في تقاليد وتقاليد أخرى لا طبعا جحد الشيطان والإقرار بالولاء ظهرت أول ما ظهرت فيه سوريا منطقة سوريا بكنيسة سواء كنيسة الأنطاقية أو السورية وكنيسة أورشاليم قديس كرولوس أورشاليمي يذكر صراحة جحد الشيطان ويذكر نوع من الإقرار سيؤدور المبسويستي لديه شيء مزيج ما بين الاثنين ما بين الإقرار الإيمان والولاء عندما نقرأها كان يقول أكحد الشيطان والجميع ما لقيقته وكل خدمته وخداعه ومبهج الدنيوية دلجحت بعد ذلك يقول وأشرك نفسي وأؤمن لتحسها إقرار قليلا بعد ذلك يقول وأعتمد باسم الأب والإبن روح قدس دخل فيه بسكة إقرار إيماني بدلا من إقرار ولاء نص الجملة الأولانية ولاء نص الثاني إيماني يوحنا زعبيل فهم صريح ولاء لا يوجد إقرار إيماني يقول أني أتحت بك أيها المسيح لا يقرر بإيمان بشكل معين هو يقول صيغة ولاء ويشترك مع كل كنيسة سوريا في جهد الشيطان تقليد المصري بجانب أنه كان عنده تقصي جهد الشيطان موجود لكن كان فيه استجواب إيماني فقط لا يوجد إقرار للولاء لا نرى إقرار بالولاء في المصادر القديمة كما اتضح من كتاب التقليد الرسولي فصل رقم 21 وهنا التقليد الرسولي هو الأصل الذي أخذ منه قوانين هيبوليوس هو البروتوتيوب فهو إلى حد ما يعكس الممارسات في مصر في الوقت بتاع القرن الثالث وهناك أب اسمه إيمانيو اللان هذا بالمناسبة لنشر الخلاج الكبير الخلاج الدير الأبيض أول واحد نشره وعلى ذلك الأنبا إبيفانيوس المتنيح ترجمه والكتاب أيضا هذا الرجل فرنساوي قال من خلال مجموعة الشهادات المبكرة عندي أوريجينوس وديونيسيوس السكنداريو وديديموس الدرير وهكذا كلهم قالوا أن في زمن قانون هيبوليتوس رقم 19 أصبح إقرار الولاء كالتقس السورياني يعني في وقت قانون هيبوليتوس بقى فيه إقرار ولاء برضه رغم أن كان زمن فيه استجواب إيماني أيام التقليد الرسولي إلا أن بعد كده بقى فيه إقرار ولاء هذه الأشياء التي تتبعها في الاختلافات بين قانون هيبوليتوس المقارن الرابع أو السادس وما بين التقليد الرسولي المقارن الثالث فرق حوالي مئة سنة أو أكثر على حسب تاريخنا للقانون هيبوليتوس لكن المئة سنة حصل فيهم اختلاف عندما كان استجواب الآن يصبح إقرار ولاء في نفس الوقت أيضا قال هذا الأب أن هناك إقرار إيمان خماسي يجب أن نجد ذلك الموجود في التقص الإبطي أيضا وما هي أصول؟ هذه الأصول نجدها عند البابا أليكساندروس البابا أليكساندروس الذي قبل البابا أساناسيوس رقم 19 أرسل رسالة لبابا أخرى اسمه أليكساندروس أيضا ومن خلال هذه الرسالة نستشف أن هناك إقرار أسف كان هناك إقرار إيمان الذي هو أؤمن بإله واحد الله القاب والابن الوحيد والروح الخدس لقد قلنا المثال فاضح أيضا أنه كان هناك لا تذكر في قوانين هيبوليتوس ولكن كان موجود وهذا ما قلت في الأول خالص ليس كل شيء موجود تكون معماما على القطر المصري في شرط عند البابا أليكساندروس كاتب قوانين هيبوليتوس كان من أين؟ لا نعرف كان من جنوب الوادي لا نعرف من مكان المكان الذي كان فيه كان فيه كذا عند البابا أليكساندروس كان فيه كذا عادي جدا لأن هذه عصور مبكرة لا كانت توافق إلا أن نلاحظ بعض الصيغة المختلفة للإقرار بالولاء للمسيح كما فيه قانون هيبوليتوس رقم 19 طبعا كما قلت لكم أن كل شيء لديه صيغة وليس شرط أن نفس الكلمات ستتكررها في التقاليد الأخرى فإقرار الإيمان أو الولاء أؤمن وأنحني لك ولا خدمتك كلها أيها الآب والإبن وأروها خدس أيضا هناك صلاة صلاة جحد الشيطان في خلاج سيرابيون وهي موجودة هنا يقال أنها تحمل ثاني في خلاج سيرابيون هناك صلاة شبه عامة أو صلاة ممكن أن نفسرها أكثر من تفسير فهناس يشعروا على هذه الصلاة لأنها غير أنها عنوانها يحمل صراحة صلاة بعد جحد الشيطان لكن ما هو الصلاة بعد جحد الشيطان لا أعرف لكن من خلال الناس قالوا أنه جائز تكون صلاة إقرار بالولاء خصوصا أن الناس يقول وليخضع لك أنت يا خلق الكون وليظهر لك كاملا ويظهر لك كاملا مخلصا يعني واضح أنه هو شيء شبه الإقرار بالولاء لكن لا يوجد إقرار صريح مثل قبل ذلك هذا أيضا يبين قدم خلاج سيرابيون لأنه قديم فصلواته ليس محددة صلوات عامة بخصوص صيغة التعميد كما قلت لكم مصر لم يكن فيها صيغة التعميد يوحنى ذهبي الفم قوانين هيبوليتوس قبل ذلك يبدأوا أنهم سيضيفوا صيغة التعميد لأنه هناك صيغة ثالوسية وقال أثناء التخطيص أعمدك باسم الآب والإبن ورها القدس قابل قوانين هيبوليتوس أيام التقليد الرسولي لم يكن هناك فوضح أن التقليد المصري في القرن الثالث الميلادي أيام التقليد الرسولي لم يكن هناك صيغة التعميد ولكن تطور بعد ذلك في القرن الرابع على أقل تقدير سيغة التعميد لو تفتكروا في أول المحاضرة قلت أن القرن الرابع شهد تغيرات في كل التقليد ليس طبيعية يعني بجانب التغيرات الإيمانية والمجامع والعقائد التي تحددت بمصطلحات وكتابات الأباء لكي نسميه العصر الزهبي وعصر الزهبي الليتورجية أي كل التقليد تشكلت في الوقت تقريباً أو أغلبها أما في القرن الرابع الحالي حلت صيغة التعميد الثالثية لم يكن هناك استجواب إيماني اليوم ولكن هناك صيغة تعميد مع انتقال إقرار الإيمان لمقابل المعمودية مباشرة بعد المعمودية شخص خاص تعمل هناك مسحة حتى لا يوجد مصر لم يكن هناك مسحة بعد المعمودية هنا سنحاول نثبت أنه فعلاً لم يكن هناك من خلال العرض الذي عرضه العلماء لم يكن هناك كتابة التقليد الرسولي يقول أن هناك مسحة بعد المعمودية ما هي تعكس الممارسات في التقليد الغربي لا يريد أن ننسى أن التقليد الرسولي في الأول و في الآخر كتاب أسقف روما لماذا نضع مصادر مصر لكي قوانين هابوليتوس خد منه فقد يعكس بعض الممارسات في مصر ولكن في الأول و في الآخر هو كتاب روماني لا نستطيع أن نختلف عن هذا فكان روما كان فيها مسحة مبعد المعمودية كما نرى أيضاً شهادات مماثلة عند الآباء الغربين الآخرين مثل ترتوليان فيه كتاب اسمه في المعمودية وفي المناسبة أيضاً من ضمن كتاب صغير اسمه مختطفات من كتابات العلماء ترتوليان تقريباً متعراهب في البرية الشرقية وهو مترجم بعض الكتابات ترتوليان وموجود فيها النصين تقليد المصري كان يعرف الميرون لم يكن يعرف الميرون لماذا؟ كانت من دقافات القرن الرابع كان عاد القرن الرابع الذي أضاف كثيراً ووجودها في القرن الرابع موجودة من القرن الرابع موجودة 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 أيضاً أيضاً خلاجي سيرابيون هناك صلاة الميرون ولكن أخذكم خلاجي سيرابيون تقسيم مجموعات فصلوات من 1 إلى 7 هذه صلوات تقس المعمودية بالكامل صلوات من 15 إلى 17 تقس المعمودية ولكن مترقامة فغالباً هي إضافة على نص الخلاج كما اتفقت معكم أن أي شخص ينسخ مخطوط يمكن أن يضيفها ويضيفها حسب الزمن الذي موجود فيه فهي جائز أن يضاف هذا الكلام كان بعد النص الأصلي بدليل أن هي جاءة وليس تبع الطقس جاءة واحدة وهذا سنرى أيضاً السؤال مدام كل هذه المصادر فيها مسحة الميرون الذي بعد المعمودية وموجود صراحة في سيرابيون يقول صلاة الميرون الذي يمسح به الموتام لدينا من أن لم يكن ميرون في كنيسة مصر العلماء أشار للروايتين استشف منهم أن لم يكن ميرون هل الروايات كافية؟ ممكن وممكن لا فهو الروايتين التي استند عليهم بغل نظراً أسطوريتهم أو أسطوريتهم يبينوا شيء مهم جداً هو مكان في الزاكرة المصرية تجاه الشئة سوف نقرأهم مع بعض أول رواية تذكرت في كتاب الميرون من القرن الـ 14 تؤيد هذا الرواية تقول ما الرواية في القرن الـ 14 حكاها واحد في الوقت يقول أن بابا أسناسوس عندما خلص منه مخزون الميرون بعت إلى روما وقسطنطينية وأنطاقيا يطلب منهم يساعدون أن يضع صلوات يقدس بها ميرون جديد هذه أول حاجة يعني نفهم ما من هذا الكلام؟ نفهم أن بابا أسناسوس لم يكن لديه صلوات ميرون وهو راجل في القرن الرابع لم يكن لديه لأن أول واحد يستخدم ميرون في مصر قبل ذلك هذا واضح من القصة القصة الثانية يقول أن بابا أسناسوس هو الذي أدخل استعمال الميرون عندما ظهر له ملاك وأرشده لذلك بابا أسناسوس أصلا بعد بابا أسناسوس واضح أو ليس واضح يعني ممكن حد يقول هذه قصص خالية التي نعتمد عليها أصلا لا نعتمد عليها ليس مهم التفاصيل لكن المهمة فيها أن الذي كتبهم كان يريد أن يوضح شيء مهم أن الميرون قبل القرن الرابع لم يكن موجود واحد كتب قال أن بابا أسناسوس الاثنين في القرن الرابع هل أحد كتب مثلا قال أن بابا ديمتريوس كرام دخله؟ لا أحد قال هذا فواضح أن هناك شيء داخلية يريد أن يكتب أسطورة أو قصة ليس حقيقة ونظر على النوايا لكن يريد أن يبين للقراء أن الميرون دخل في القرن الرابع بواسطة من؟ هذا هو الذي سأقلبه هذا هو الرجل الذي كتب القصة يمكن أن يقلب ولكن الحاجة الأكيدة أن هذا كان موجود في الزكرة يعني الناس عارفوا أن هذا كان وقت لم يكن ميرون قبل القرن الرابع وبالتالي لكي أضيف لي حاجة قانونية سأقلبه للبابا أسانسوس أو للبابا تاوفيلوس لكي يصدق كما ينسيبون كتابات هذا فهذا ما استشفوا منه أن قبل القرن الرابع واضح أن لم يكن فيه شيء معروف عن الميرون أيضا بينما نستطيع أن نضع مسحة مقابل المعمودية هذا ما قلت لكم في مكان ما بين صلوات 7 إلى 11 لقد قلت لكم 1 إلى 7 هم 7 إلى 11 هذه صلوات تقص المعمودية كلها لو أريد أن أبحث على مكان على فكرة صلوات مقابل المعمودية لا يوجد عنوان صريح في خلاجي سيرابيان يقولون أن هذه صلوات مقابل المعمودية لكن من خلال النص الصلة نعرف أن هذه مسحة مقابل المعمودية ممكن أن أجدها مكان هنا نعرف أن أضعها قبل الإقرار أو بعد الإقرار أعرف أن أصرفها في هذا المكان ولكن صلوات الميرون التي أجدتها في آخر الخلاجي رقم 16 لو حاولت أحشرها هنا ما بين 7 وحدة يعني نفترض مثلا لنظم الكتاب سهى خد الصلوات الميرون ورمها في الآخر غلط منه لكن هل لو حاولت أن أردها للمجموعة الأصلية بتاع المعمودية سأعرف الكلام هنا لا لا أعرف لأن آخر صلوات خالص رقم 11 اسمها صلاة تبريك عامة بعد الخروج من جرن المهمودية واضح أن هذه شيء مثل ختم صلوات أو تسريح إذن آخر صلوات في المجموعة لا أعرف بالميرون سأضعها في أين؟ طبعا غير وارد أن أضعها في الآخر لأنها مفترض أن أحاول أن أضعها في النص ما بين 7 و 11 لكن لا أجد مكان لأن واضح أن 7 و 11 تقصب الكامل المكتمل من أول للتهيئة بعد أن الناس لا تخرج من جرن المهمودية وبالتالي استنتاج أن صلاة الرقم 16 مدام لا يوجد مكان في هذه المجموعة فهي غالبا إضافة زائد أنها أصلا جاءت في آخر النص لا جاءت ضمن المجموعة بالطبيعة يعني أخذنا المخطوطة ورسناها وبالتالي غالبا ما هي من ضمن وغالبا هي جزء مضاف بعد ذلك حسنا حسنا ماذا بالموضوع هذا؟ غالبا هناك جواة تعليمين أو تقليدين مختلفين عن لهوت تقوص المعمودية واحد الذي تمثل له المجموعة الأولى المكتملة من 7 إلى 11 الذي تقول أن مسحة ما بعد المعمودية في تقليل مصري ليس موجودة والثانية التي تمثلها سلوات 15 إلى 17 التي أضيفت بعد ذلك تقول أن نحن له روح القدس بعد المعمودية يعني واحد أن نحن له روح القدس قبل واحد يقول أن نحن له روح القدس بعد وهذا سبب أخر يجعلني أفترض أن هذه الصلاة ليست تابعة الجزء أولاني وهذا يفترض أن روح القدس هنا وهذا يفترض هذا الكلام من خلال دراسات عن النص يمكن أن نقرأ النص بعيني ولا تظهر هذا كلام ولكن من خلال إشارات النص وأستعين بشكل قديم يمكن أن نعرف أن نفس الكلام بالشكل وهذا عمل العلمة آخر الخلاصات أو الاستنتاجات السوم الذي مدته 40 يوم وهو عيد الإبيفانيا وهو عيد الغطاث يتم التعميد فيه في اليوم السادس من الأسبوع السادس برز كطقس فريد في التقليد المصري بين كل التقليد الأخرى لا يوجد أحد يتكلم عن هذا الموضوع غير المصادر المصرية وبالتالي غالباً هو طلع في مصر وانتقل بعد ذلك لتقوص الأخرى والذي ما زالنا لحد النهاردة هناك إشارات لحد النهاردة نقول حد التناصير أو التعميد بعد ذلك نتحدث عن التعميد في اليوم وتعيد القيامة كل هذه بقايا من أن الأربعين يوم السوم الكبير كانوا فترة تهيئة لتقس المعمودية هناك أحد يسمى هارالد بوتشنجر عمل دراسة مترجمة وقيد النشر انتقط فيه هذا الموضوع وقال أن الأربعين يوم كانوا يوم السوم الكبير لم يكن تهيئة للمعمودية وأن هذا كان حاجة وأن هذا كان حاجة وعمل إثبات لطيف يمكن أن ندقها إن شاء الله ترتع في المجال طيب عناصر أخرى في التقس المصري تجد متمثلات لها في التقس السورياني كما اتفقنا هناك أشياء كثيرة أو استحدثت في سوريا وبعد ذلك دخلت مصر مثل واحدة علمة جابريال وينكلر الأورشليمية المبكرة قولبة تقس الانضمام المسيحية على أساس معمودية المسيح في نهر الأردن هذا كان الأساس اللاهوتي في هذا الموضوع وفصرته كميلاد جديد مثل المذكور في يوحنى 3 طبعا حدثة المسيح وينكوديموس وركزت على مسحة مقابل المعمودية كمسحة مناحة لروح القدس هذا زمان قبل القرن الرابع جيكرولوس الأورشليمي عمل ألبان غير من خلال الكتابات نرى أن في القرن الرابع سواء هو أحدث هذا أو غيره لكن بداية من القرن الرابع نجد تطور شامل في معنى المعمودية أول شيء تم وضع مسحة مقابل المعمودية في إطار استقسامي بعدما كانت منيحة للروح القدس على أساس لهوت معمودية المسيح في نهر الأردن هذا لهوت راح لمسحة ما بعد المعمودية ومسحة مقابل مقابل طابع استقسامي وهو ما نجده اليوم في تقس المعمودية الحالي مثل الكنسة الإبطية ثاني إعادة تفسير تقس الانضمان المسيحي على مثال موت المسيح ودفن وهذا أول واحد يشرح هذا في المعمودية على سر المعمودية هو كرولس الأرشالين أول واحد أوريجينوس يشرح في وسط التفسيرات على كتاب المقدس فإنما يتحدث عن أسرار أنها موت ودفن كرولس الأرشالين والتالي قد يكون هو الذي أدخل هذا الموضوع لبقية التقاليد الأخرى للنهاردة كل الناس وكل التقاليد تقول أن المعمودية هي مثال ودفن موت ودفن المسيح كما يقول نتيجة لأن مسحة مقابل المعمودية أصبح لها طبع استقسامي أصبح هناك احتياج أن يكون هناك مسحة لها طبع روح القدس وهذه التي أدخلت بعد ذلك مسحة الميرون وهذه التي مناحة لروح القدس وهذا يجواب على السؤال المعمودية وهذه التي أدخلها الروح القدس أو المسحة وهذه الاثنين يتكملون بعد طقس كامل وهو طقس المعمودية تخطيص وهذا مثالا الموت والدفن وبعد ذلك الميرون يمنح الروح القدس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر